بلا أدنى شك أن هناك تناقض تام في الموقف الجزائري التركي في المشهد الليبي ليبيا بالنسبة للجزائر لا تتعلق فقط بدولة جارة تتواجد في منطقة المغرب العربي ويجب مساعدتها للخروج من أزمتها بل أن القضية تتعلق بالأمن القومي الجزائري فوجود جماعات إرهابية فوضى السلاح تضررت منها الجزائر كثيرا والأرقام تحدثت عن آلاف من قطع السلاح التي يتم تهريبها من ليبيا إلى الصحراء الجزائرية وإلى أيضا إلى منطقة الساحل والصحراء التي بدورها تشكل تحديا أمنيا للجزائر لذلك القضية الليبية بالنسبة للجزائر قضية أمن قومي جزائر قبل ما تكون أيضا أمن قومي ليبي بلا أدنى شك أمر آخر أن القضية لدى تركيا هي قضية أمن قومي أخذتها من قضية أمن قومي تركيا أخذتها من هذا المنطلق وتتعلق بقضايا جوء استراتيجيا وفشل تركيا في هذا الجانب معناها أنها ستخسر الكثير لذلك أن هناك معركة غير معلنة بين الجزائر وتركيا وهذه المعركة تتعلق بالأمن القومي فكل طرف من المفروض يعمل من أجل الحفاظ على أمنه القومي في قضية نظرة إليها من هذا الجانب فالجزائر بلا أدنى شك أن ليبيا تشكل بالنسبة للجزائر قضية أمن قومي ولكن هل تشكل إلى تركيا بالنسبة إلى أمن قومي بغض النظر أنها تشكل أو لا تشكل لكن تركيا نظرت إليها من هذه الزاوية واستعملتها كقضية ربطتها بقضية أمنها القومي وبالحدود للبحرية وبقضية مصالح تركيا الاقتصادية وكذا 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 في ظل الجبهات التي فتحتها تركيا على كثير من الأسعدة فتركيا تتواجد عسكريا في العراق تتواجد عسكريا في سوريا تتواجد عسكريا في قطر وتتواجد عسكريا في ليبيا وتطمح ووصلت حتى إلى الصومال وما زالت تطمع في تواجد عسكريا في كثير من الدول وهذا الذي تدركه الجزائر والجزائر دائما ترفض وجود قواعد عسكرية أجنبية على حدودها إذن القضية الخلاف الجزائري التركي في المجهد الليبي هو خلاف استراتيجي وليس خلافات في مواقف سياسية من أزمات معينة يمكن مناقشتها والاتفاق عليها كل طرف يحاول أن يلعب أوراقه على المستوى الداخلي لكل بلد وعلى المستوى الإقليمي وعلى مستوى دول الجوار وعلى مستوى الداخلي الليبي طبعا هذا هو في الأساس وفي الأول وأيضا على المستوى الدولي هذا بلا أدنى شك كل طرف يبحث عن مصالحه هذه الدولة غنية بالنفط لديها تأثيرات كبيرة هناك أيضا مصر مصر أيضا تدعم حفتر إذن لا يمكن مصر أن تضحي بمصالحها استراتيجيا من أجل الأطراك ولا أدنى شك أنها ستدعم الطرف الذي يختم مصالحها إذن لكن الموقف الوحيد هو الموقف الجزائري الذي حيادي إلى حد ما ولكن غير حيادي في جانب واحد لما يتعلق الأمر بالأمن القوي الجزائري لذلك من مصرحة الأمن القوي الجزائري إيجاد مخرج سياسي للأزمة ورفض التدخل الأجنبي وعدم وجود قواعد عسكرية في داخل ليبيا ومكافحة الجرائم الإرهابية والجماعات الإرهابية وأمر آخر وهو الأهم قضية فوض السلاح الجزائر ليس في صالحها أن تكون هناك ميليشيات متعددة بإديولوجيات مختلفة لديها أسلحة فتاكة قد تؤثر بل أنها ستؤثر وتقدر تبط بجهات أخرى في الداخل الجزائري مما يشكل خطر على الأمن القومي الجزائري ترجمة نانسي قنقر